اقرأي القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين نكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الواقعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم أقسم الله عز وجل بمواقع النجوم ومواقع النجوم هي مغاربها مغارب النجوم مساقطها وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أخبر الله عز وجل بأن هذا أسم عظيم من الله سبحانه وتعالى والله يقسم بما شاء من مخلوقاته إنه لقرآن كريم إن هذا القرآن الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بأنه قرآن كريم هو مجيد عظيم كثير نفع في كتاب مكنون هو مكتوب في كتاب مكنون القرآن الذي نتلوه مكتوب في اللوح المحفوظ هذا هو الكتاب المكنون أي اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون إذا كان المراد هنا بلا يمسه اللوح المحفوظ فالمراد لا يمسه إلا الملائكة معناه الشياطين لا تستطيع أن تصل إليه ولا تستطيع أن تمس اللوح المحفوظ وإذا أريد هنا بقول الله عز وجل لا يمسه أي القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا المصحف لا يجوز لمن كان محدثا حدثا أصغر أن يمس هذا المصحف إذا الذي يريد أن يمس هذا المصحف لا بد من أن يكون على طهارة كاملة على طهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر تنزيل من رب العالمين أي هذا القرآن الذي نحن نكلوه هو تنزيل من رب العالمين أمر الله عز وجل جبريل عليه السلام فأخذه من اللوح المحفوظ وأنزله إلى السماء الأولى إلى بيت العزة ثم صار ينزل به متفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن الذي نقرأه ليس من تأليف ملك ولا بشر ليس من تصنيف جبريل ليس من تأليف جبريل إنما هو يدل على كلام الله الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا هو عبارة عن كلام الله الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أفبهذا الحديث أفبهذا الذي تسمعونه من آيات القرآن العظيم أنتم مدهنون أنتم متهاونون ومكذبون وهذا توبيق للكفار وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أي تجعلون الشكر على الرزق الذي رزقكم الله عز وجل إياه أنكم تكذبون أي وضعتم التكذيب بدل الشكر والعياذ بالله بدل أن تشكروا الله على كل هذه النعم التي ذكرت أنتم أشركتم بالله وعبدتم غير الله والعياذ بالله وهذا خطاب للمشركين نسأل الله عز وجل السلامة ونعوذ إلى تلاوة الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المقهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدعنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكى اقرأي القرآن